اشتركوا في القناة قرر ان تقام بطولة كاسي الخليج خلال الفتر من 23 من ديسمبر حتى السابع من يناير بالدوحة ولم يصدر الاتحاد الخليجي للعباء اي تلميحات او بيانات بشكل تأجين البطولة حتى الان وسط شكوك حول مشاركة السعودية والامارات والبحرين مع استمرار الحظر المفروض على الكويت حتى الان وقرار المقاطعة من ثلاث بلدان خليجية يبدو من الصعب قامة البطولة في الوقت الحالي حتى بعد نجرية القرعة تأهل الناد القوة الجوية العراقية لنهاي كاسي الاتحاد الاسوي لموسم 2017 بعد ان توجه بطلا لغرب القرعة على حساب الوحدة السوري رغم خسارته ذهابا بهدفين لهدف بتجاوزه ايابا بهدف وحيد جاء براسية المهاجم ام جدراطي عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدنا من الضائع القوة الجوية بطل النسخة الماضية سيواجه في النهاي الفائز من مواجهة الاياب بين بنغول الهندي واستقلال تشقند الطاجكي بتحديد بطل شرق القرعة وسيقام النهاي في الرابع من شهر تشرين الثاني اختتم منتخب شباب العراق بقيادة المدرب قحطان شثير تحضيراته للمشاركة في كاس العالم تحت 17 عاما بالتعادل الايجابي بثلاثة اهداف لمثلها مع شقيقه المنتخب السوري في المباراة الثانية التي يقيمت على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية في البصرة يذكر ان المباراة الاولى بين الفريقين العراقي والسوري والتي يجري تلحل الماضي على نفس الملعب انتهت بالتعادل السلبي علما ان المنديار سيطرق الشهر المقبل في الهند حيث يلعب المنتخب العراقي في المجموعة السادسة الى جانب كل من المكسيك وانجلترا والشيلي موسيقى